مرحبا بكم في فيديو جديد هذا الفيديو التالت الذي يعني اشرح فيه تالت تطبيق مشهور في روسيا يعني لكي تحجز يعني من امام بيت منزلك سيارة ازراء داخل روسيا لكي تذهب بها الى اي مكان تريده في مدينتك ننتظر قليلا لكي يعني يتحمل هذا التطبيق اسمه سيتي موبيل هذا التطبيق يمكنك عن طريق ان تحجز سيارة ازراء وكذلك يمكنك ان تشتغل يعني كسائق تاكسي في هذه الشركة هنا كما لاحظنا تم تحميل التطبيق اضغط فتح لكي يعني نبدأ باستعمال هذا التطبيق سوف احزز سيارة ازراء هنا امامكم يعني بالتطبيق لكي تتعلموا الطريقة وتستعملها يعني دوما بنفسكم اول شي تدخل رقمك الروسي لكي يتم ارسال لك يعني فيه كود او تم ارسال كود لكي ينفتح التطبيق باسمك تدغط سماح هنا لكي تسمح للتطبيق لكي يعطر على مكانك ويسهل عليك يعني مسألة طلب التاكسي عنده هنا اخترت انا لا اعيش هنا بالطبط بمدينة مورققرات بعد ذلك سوف ننزل اسفل نضغط على هذه الكلمة كودا يعني كودا تعني بالروسيا الى اين فاين هنا نكتب اما العنوان العنوان التي يعني يريد ان نذهب له او اذا لم نكن نعرف العنوان نضغط هنا في الاعلى على اليمين على اشارة هذه اشارة جوجل مابس هذه لكي نحبت بانفسنا الى اين المكان الذي نريد ان نذهب نعمل نحن نعمل فقط مثال نختار مثلا هذا المكان مكان رائع في مدينتي وبعد ذلك نضغط هذه العلامة البنفسجية وهنا تبدأ يبدأ التطبيق باعطائك يعني تمن سيارة الازرة لكي تختارها التمن مناسب لك ام لا ارخص سيارة ازرة يمكن استعمالها الآن بمئتان وسبعة وستون روبل هناك سيارات اخرى ممكن من نوع اخر مثل الكمفورت يعني المريحة اكتر او اذا كانت لديك يعني تريد ان توصد شيء ما عاية دوستافكا ب84 او بالنفاق احنا نختار هدف اختار الايكونومي وهنا في الاسفل على اليسار مكتوب هذه الكلمة بالروسيا باجيمانيا لكي تختار اذا لديك يعني هنا مثلا تفاصيل اخرى حول يعني اشياء تريد ان تقولها مثلا السائق او تفاصيل اخرى حول رحلتك مثلا لو لديك اطفال او تريد ان تخبر شيء مع السائق او تريد ان تحسز هذه السيارة فقط لشخص اخر وهنا في الاسفل على اليمين تحديد وسيلة الدفع تعني انك يعني تريد ان تدفع بتمن نقدي يعني المال كاش او اذا لديك المال فقط في البطاقة النقدية تدقط فقط هذه الدبافة الكارتة الجملة الاخيرة وهنا تختار جميع المعلومات خاصة برقم يعني حسابك المصرفي لكي يتم لكي يتم دفع المبلغ يعني مباشرة عند انتهاء الرحلة وبعد ذلك تدقط ساكاس فقط يعني الموضوع بسيط جدا سهل ليس صعب هنا يبدأ التطبيق بالبحث عن يعني اقرب سيارة اوزراء يعني غريبة من مكان تواجدك كي يعني تأتي اليك في سرعة ننتظر قليلا لكي ننتظر موافقة احد سائقي الاجراء الاجراء على هذه الرحلة لكي يأتي الينا الى غاية باب المنزل ازال التطبيق هنا يبحث عن سيارة اوزراء هنا التطبيق يرسل رسالة لجميع اصحاب سيارة اوزراء موجودين قريبا منك واول شخص سوف يوافق منهم هو الذي سوف يحصل على رحلتك ويكسب المال بعد توصيلك الان ساقوم بارغاء الرحلة لانني هنا هدفي في هذا الفيديو فقط هو ان اسرح لكم الطريقة فقط لا غير كي لا يعني كي لا نصدق اي ازال اي سائق سيارة اوزراء بعدما يوافق صاحب سيارة اوزراء سوف يحتي الى غاية باب المنزل سوف يصلك الى غاية مكان التي تريد ان تذهب له وبعد ذلك سوف يحصل اما لقبا او عن طريق البطاقة وهذا كده شيء الموضوع بسيط الموضوع سهل الموضوع ميسر واتمنى ان هذا الفيديو كان مفيد لكم اراكم ان شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة